لهجة بدت أكثر حسماً تجاه طهران هذه المرة كان مصدرها أوروبا في بيان ثلاثي شككت فيه لندن وبرلين وباريس بالتزام إيران إعادة إحياء الاتفاق النووي محملين إياها مسؤولية إفشال المحادثات إسرائيل بدت راضية عن الخطوة الأوروبية وشكر رئيس وزرائها البلدان الثلاثة على ما وصفه بالموقف الحازم في المفاوضات النووية لبيت قال أيضاً إن إسرائيل زودت شركاءها الأوروبيين بمعلومات استخباراتية عن أنشطة إيران النووية مؤكداً أن هناك مؤشرات على نجاح حملة إسرائيل التي تهدف لمنع الاتفاق النووي ووقف رفع العقوبات عن إيران إسرائيل تقوم بحملة دبلوماسية ناجحة لصد الاتفاق النووي ولمنع رفع العقوبات عن إيران هذا العمل لم ينتهي بعد والطريق لا يزال طويلاً ولكن هناك مؤشرات إيجابية بريطانيا وألمانيا وفرنسا وصفت الوضع الحالي لتوسيع البرنامج النووي الإيراني بأنه يفتقر إلى مبررات مدنية وأعلنت أنه بسبب ما قامت به طهران وإفشالها إبراما الاتفاق فإنها ستتشاور مع شركائها حول أفضل طريقة لمواجهة تصعيد التوتر وتهديدات إيران النووية إيران إذن تتحمل وفق أوروبا مسؤولية عدم انتهاز فرصة ديبلوماسية حاسمة أما الرد الإيراني فقد جاء مستنكراً ورافضاً للبيان الأوروبي الذي وصفته طهران بغير البناء ملف إنقاذ الاتفاق النووي عاد للمربع الأول وسط توقعات بأن تكون هناك محاولة للعودة إليها بعد انتهاء الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة الأمريكية